بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة للمنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية من نظم شيخ المشايخنا العلمة الكبير حافظ الحكمي المتافسة 1377 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله ونفعنا بعلمه أمين ولها عدة شروح من هذا الشرح للشيخ عبد الرزاق البدر وطبع بآخر هذا الشرح الحافل للشيخ عبد الكريم فضي نفع الله به المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لح نجم وما شمس الضحى طلع تعد أنفاس ما في الكون من نسمي وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم وميز الله حتى في الجوالح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذن نهم العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي العلم نور مبين يستضيع به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجالة أموات بجهلهم لا سم على عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم والعلم أصله داهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف من الجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم من فيان فاعتصمي العلم والله ميرث النبوة لا ميرث يشبهه طوبى لمقتسم لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم تكون بالعذل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب حتى الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ نسمي والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم كفك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم كذك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم وما اتباع كريم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضل بنسالات لله له وموعد وسماع منه للكلم وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدمي كفاهم أن ردوا للوحي وعية وأضحت الآي منه في صدورهم وأن غدوك لاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم وأشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فأتنم وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم كما منافع في العالم التسعت وللشياطين أفراح بموتهم تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم يمنى لكل الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم هم الودات إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم وخلوا ملاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على عالم نبذة في وصية طالب العلم يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد رفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي واجهد بعزم قوي لن ثناله لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي والنصح فابذلوا للطلاب محتسبا والنصح فابذلوا للطلاب مشتهدا في السر والجهل والأستاذ فاحترمي ومرحبا قل لمن يأتيك أطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهمي صلى الله عليه وسلم واني تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقمي ومن يكون ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندمي ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسمي كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهمي إياك واحذر ممارة السفيه بي كذا مباهات أهل العلم لا ترمي فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصامي والعجب فاحذره إن العجب مشترف أعمال صاحبه في سيره العارمي وبالمهم المهم إبدال تدركه وقدم النص ولا راء فاتهمي قدم وجوبا علوم الدين نبهى يبين نهج الهدى من موجب النقمي وكل كسر الفتاة فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئمي دعا كما قالوا العصري منتحنا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي وبالعتيق تمسك قط واعتصمي ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهمي ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنمي والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم ومن عقوبته أن في المعادله من الجحيم رجاما ليس كاللجمي وصائل العلم عما ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلومي وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذن فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهمي لا واحد بك يهديه الإله لذا خير غذا لك من حمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل واخر ربي الرحمن واستقمي الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتين فاتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم حكم براينه وأعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقمي واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقمي فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهمي ثم المرى فيه كفر فاحذر ولا يستهي أنك أقوام بزيغهمي ثم المرى فيه كفر فاحذر ولا يستهي أنك أقوام بزيغهمي وعن مناهيه كن يا صاحم زجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزمي وما تشابه فوض للإله ولا تخذ فخوضك فيه موجب النقمي ولا تتعقون ذي زيغ يزخرف من كل مبتدع في الدين متهمي حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقومي والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمي هو الصراط والحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصمي هو البيان والذكر الحكيم والتفصيل فاقنع به في كل منبهمي والبصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عامي هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقمي لكن أولئ للإيمان إذا عملوا بما أتا فيه من علم ومن حكمي أما على من تولى عنه فهو عاما لكونه عن هداه المستنير عامي فمن يقم ويكون يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعمي كما يسوق للإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألمي وقد آت النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغممي وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقومي والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرمي يقال اقرأ وردت الورق في غرف الجنات كي تنتهي لمنزل النعمي وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقومي قال بماذا كسيناها فقيل بما أقرأت مبنكما فاشكر لذي النعمي كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرمي لم يعتره قط تبديل ولا غير هجل في كثرة الترداد عن سأمي مهيمنا عربي غير ذي عواج مصدقا جاء في التنزيل في القدمي فيه التفاصيل للأحكام مع نبئين عما سيأتي وعما عظم من الأمامي فانظر قوارع آيات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إرامي وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصمي أم من صلاح ولم يهدي الأنام له أم بابه الكنوى لم يزجر ولم يرمي أم كان يوني نقيرا عن هدايته جميع ما عمده للأرض من نظمي أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صممي لم تلبث الجن إذ أصغط لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم الله أكبر ما قد حاز من عبار ومن بيان ويعجاز ومن حكمي والله أكبر إذ أعيد بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم هيهة بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم خابت أمانهم شاهت وجوههم زغت قلوبهم عن هديه القيم كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثله أن وكيف رب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسمي صلى الله عليه وسلم بقى له ربنا قولا وأنزلا وحيا على قلبه المستيقذ الفهمي صلى الله عليه وسلم الله يشهد والأملاك شاهدة الرسل مع مؤمين العربان والعجمي الوسط بالسنة صلى الله عليه وسلم أهل الحديث ولازم أهله فهم ناجون نصا صريحا للرسول نومي صلى الله عليه وسلم سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم أسلك منارهم والزم شعرهم واحتطر حالك إن تنزل بسوحهم هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكالم والأخلاق والشيام هم الأفاضل حاز خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي هم الجهابذة الأعلى متعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزتهم من العدو بجيش غير منهزم هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم لم يبقى للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم لهم مقام رفيع ليس يدركهم من عباد سوى السعي كسعيهم أبلغ بحجتهم أرجح بكفاتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفى في ديني القيام يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم يرون عنه أحادث الشريعة لألون حفظا لها بالصدر والقلم ينفون عنه انتحان المبطنين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللائم الدوم قالته نصحا لأمته صانوا روايتها عن كل متهم لم يلهيهم قط من مال ولا خوال ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم هذا هو المجد لا ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للأموال والخدم فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم والأمن والنور والفغز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم فإن أردت رقيا نحو ردبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأعمد إلى سلم التقوى الذين صابوا وصعد بعزم وجد مثل جدهم وعكف على السنة المثراكة مع كفوح فضمع الكشف عن تفسيرها ودمي وقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم أحكم قواعده وأحرس فوائده تحز عوائده كالدر تنتظم فأيا المحجة فاسلك غير منحرف وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم وحي من الله كالقرآن شاهدوا في صورة النجم فاحفظه ولا تهمي خير الكلام ومن خير الأنام بدى صلسا من خير قلب بي قد فاه خير فمي وهل بيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم حكم نبيك وانقد ورض سنته صلى الله يسمع اليقين وحول الشك لا تحمي واعضض عليها وجانب كل محدثة وقل لذي بضعة يدعوك لا نعامي فما لذي ريبة في نفسي حرج مما قضا قط في الإيمان من قسمي فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صممي بالفرائد والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة وبالفرائد نصف العلم فعنك ما أوصل إلى هو خير الرسل كله مصلى الله يسمى من فضلها أن تولى الله قسمتا ولم يكلها إلى عرب ولا عجمين يوصيكم الله مع ما بعدها اتصالت وفي الكلالة أخرى فادنوا اغتنمي وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفع حلا لمنبهمي كالنحو والصرف والتجهيد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم وحد القوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتؤام قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد جاء بالندم راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم يا روك ان تزن الوحيين يا روك ان تزن الوحيين مشترئا عليهما بعقول الغفة للعجم وأن تحكمها في كل مشتجر وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم كذا الأحاديث وأحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم وقد أب الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم كذل كانت والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم إسنادها حزب إبليس العين كما متون وأكذب المنقول من كلم ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدم لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم أما النجوم فزين للسماء ورجوء من للشياطين طردا لاستماعهم كذا بها يهتد الساري لوجهتي في البر والبحر حيث السير في الظلم والنيران بحسبان وذلك تقدر العزيز العليم المزبغ النعم فمن تأول فيها غير ذاك قفا ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي كالمقتفين لعباد لا يأكل فيه عزو التصرف والتأثير للنجم والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاكا بخرصهم وأحذر مجلات سوء في الملاء نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلابهم تدعو لنبذ هدى والدين أجمعي هو العلم بل كل عقل كامل سالم وللركون إلى الدنيا زخرفها والرطع كالحيوان السائم البهم والاتهت كذارا والخلاعة مع نبذ المرؤة والأخلاق والشيام والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم سمه متحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم تقسموه الملاحي دطلات على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم وعجب لعدوان قوم حاولوا سفهن أن يجمعوا إلى الإسلام في كممي كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم خاتمة في تحصيل ثمرات العلوم النافعة واجتنا يقوت في الدانية اليان وحاصل العلم ما أم للصفات له فأصيس معك واستنصت إلى كلم وذك لا حفظك الفتية بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمام ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقل المعنية بالكلم ولا العمامة إذ ترخيذ آبتا تصنعا وخضاب الشيب بالكتم ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهامي ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهامي ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخر في القول من نثر ومنتظمي ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخر في القول من نثر ومنتظمي بل خشية الله في سر وفي علن فعلم هي العلم كل العلم فالتزمي فالتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمي قد خط بالقلم وحقه عرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدن منه في القسم أوحى وأرسل والصامر ونهى أحل حر مشر عنك من الحكم يحب الإحسان ولا يصيان يكره والبر يرضاه مع سخط لحرمي بمقتضاذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم فأعمل على وجل وادأب إلى أجل وعزل عن الله سوء الظن والتهم للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصم النبي كالملحد الخاصم وبالمقادر كن عبدا لمالكي وعابدا مخلصا في شرعه القيم إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم واخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تضمي بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدأ صالحا أقدم ولا تجمي أخلصه وأصدق أصب وهضم فذي شريطة في صالح السعي أو في طيب الكلمي أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه وهضمن النفس تنهضمي لا تعلبن به يحبط ولا تراه في جانب الذنب والتقصير والنعم وحيث كان من أن يشتنبه وإن زللت تب منه واستغفر مع الندمي استغفر الله وتبوله وأقف النفس عند الأمر الفعلت والنهي النزعة الموجب النقمي فإن زكت فأحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدمي وإن عصت فعصيا وعلم عداوتا وحذرنا ورود المولد الواخمي وانظر مخاز المسيين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم والزم صفاته للتقوى الذين بها عليهم الله وأثنى واقتده بهم واقلط بين الرجا والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهج الإثم والأثمي كذا الرجاء ما على ذا يحث لتصديق بمعود ربي بالجزة العظمي والخوف إن زاد أفضل قنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقمي فلا تفرت ولا تفرت وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي سدد وقارب وأبشر واستعين بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأمي ودم على الباقيات الصالحات وحوق الوسأل الله رزقا حسن مختتمي وأضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فوالمجيب أهل المن والكرم يا ربي يا حي يا قيم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم وامن علي بما يرضيك وأقضيه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم وأعلى دينك وانص ناصريك ما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم واخصم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم واجدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير نسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم وتم نظمي بحمد الله ذي النعم اللهم صلي وسلم وبالك على نبي محمد بعدد خلقك وإضاء نفسكم لتعرشكم هذا الكلماتك إلهي نجري من كل ذلك فأنت إله ونمأ ولجميع وعبلي فيما زفت مستقر ورزق ثم دفنه البقي وغفل لي ولي والدي ولمشيخ المسلمين ربي زدني علما سبحانك العلم لنا إنما علمتني إنك أنت العليم الحكيم اللهم نسأك الملنافع على ما الصالح والعمل الصالح اللهم إن يعودك العلم لا ينفع يا رب العالمي وصلا على نبي محمد اشتركوا في القناة